يواصل معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة فتح أبوابه أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتزامن مع استقبال الجرحة والمصابين الفلسطينيين وكذلك مزدوج الجنسية وأصحاب الإقامات الأجنبية للمزيد من المتابعة وفان الزميل محمد عبدالصبور بهذه الرسالة تحياتي مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان تحياتي زملائي في الاستوديو الجود المصرية مستمرة ومكثفة ولم ولن تتهي منذ بداية الأزمة فإذا بدأنا بالمشهد بمعبر رفح البري بالتماس مع قطاع غزة مرة ما يقرب من 272 من الشاحنات المخصصة للمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة مقسمة ما بين شاحنات من قبل الهلال الأحمر المصري وأخرى تابع للأمم المتحدة وتحديدا المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة بالإضافة إلى مرور أربع شاحنات للغاز فضلا عن استقبال المعبر لعدد من الجرحة والمصابين الفلسطينيين ولازال يستقبل المعبر الجرحة والمصابين ويتم توزيعهم على المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية كما استقبل أيضا عدد من مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات فيما يتعلق بالمصار البحري وتحديدا ميناء العريش البحري واستقباله لسفينة تركية اليوم اسمها إفاد وهي تبع للحكومة التركية على متنها ما يزيده على 3000 طن بالإضافة إلى المصار الجوي واستقبال ثلاث طائرات من الإمارات على متنها ما يقرب من 100 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية وهذه المساعدات مخصصة لعمليات الإنزال الجوي في شمال قطاع غزة والتي يصعب الوصول إليها عن طريق البري تحديدا من ميناء رفح البري وأيضا هناك بنتحدث عن طائرتين جزائريتين على متنهم ما يقرب من 50 طن من أيضا المساعدات الإنسانية والإغاثية تم تسلمها للهلال أحمر المصري تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة بالإضافة إلى طائرة أردنية على متنها ما يقرب من 20 طن من المساعدات الغزائية كل هذا يأتي بالتزامن مع قيام الهلال أحمر المصري بتوزيع ما يقرب من 50 ألف وجبة يوميا إفطار وسحور وجبات طازجة تسلم للهلال أحمر الفلسطيني ويتم توزيعها تباعا على النازحين الفلسطينيين كل هذا يأتي أيضا بالتزامن مع تقديم خدمات إنسانية متنوعة للعلقين والجرحى والمصابين داخل محافظة شمال سيناء سواء في العريش أو في بير العبد أو في داخل وفقا لكافة المستشفيات ومراكز الاستشفاء ومساكن السبيل هذا هو المشهد على الصعيد الإنساني والغاسي إليكم زملائي في الستديو ترجمة نانسي قنقر